موسيقى مساء الخير ومساء البهجة والسعادة ويقترب عيد الميلاد المجيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام وسوف يكون الاحتفال هذا العام رائعا ومنهما ومميزا ميلاد المسيح اسمه على مسمى على كاتدرائية العاصمة الادارية الجديدة الكاتدرائية تتزين لاستقبال عيد الميلاد وترتدي حلتها الزاهية في اطلالة جديدة تماما لعيد الميلاد في مصر المحروسة اطلالة تقول ان مصر شعب ووطن عنوانه وشعره الاساسي الدين لله والوطن للجميع السيد الرئيس بالامس الخميس قام بزيارة الكاتدرائية الكبيرة اكبر كاتدرائية في الشرك الاوسط تلت مرات حجم الكاتدرائية الاساسية والمرقصية بالعباسية كاتدرائية الكبيرة بتسع لسبعة تلاف مصلي مرتحين ممكن تصل لتمن تلاف وامتين لكن بالاساس سبعة تلاف كاتدرائية فيها من الايقونات وفيها من الاعمال الخشبية وفيها من الفن القبطي الرفيع ما يستوجب الانتباه والتوقف والتبين وقبل ذلك كله الانبهار الانبهار بالمعنى الكامن في هذا المبنى سيد الرئيس تفقد الاعمال النهائية والتشطيبات النهائية ولكي يكون حاضرا برفقة بابا المصريين بابا طادرس الثاني قدسته بالفعل متشوق لهذه او لهذا الافتتاح الكبير ولهذا القدس الذي تستحقه مصر بالفعل قدس سعيد يوم ستة يناير ان شاء الله هذه الكاتدرائية العظيمة تستقبل الشعب القبطي تستقبل بابا المصريين تستقبل رئيس كل المصريين انها لحظات طيبة ومسيرة ومنيرة في عمر هذا الوطن المجيد انا سعيد الحظ لان كنت موجود هذا الاسبوع في الكاتدرائية الجديدة وكنت مع كل اصدقائي والمصورين واخرجنا الجميل الاستاذ ابو المجد جميعا كنا متأهبين جدا لزيارة الكاتدرائية والوقوف على اخر التفاصيل اخر ونتفقد الايقونات ونتفقد السقف المعمود بالشكل رائع وجميل جدا جدا كنا هناك عشان نقدم لكم هذه الحلقة لكن السيد الرئيس لم يمهلنا ولم يعطينا الوقت ذهب ايضا وقبلنا جميعا الى هناك حيث يطمئن ان يكون عيد الميلاد في هذا المكان الجميل عنوانه العريض ميلاد السيد المسيح اسم على مسمى اسم على مسمى اسم على كاتدرائية العاصمة الادارية الجديدة نرجو ان نكون وفقنا في نقل هذا الحدث الجميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة